يبقى حنتكلم على نقطة الفينوطايب الفينوطايب هي الفاصيلة بتاعتنا بنعرف فاصلتنا في المعمل بطراتيط طريقة اسمها فورورد زي ما نذكرت طريقة اسمها ريفيرز الفورورد لها اسم آخر سل تايبينج نعرف الأنتجنس الموجودة على السل بينما ريفيرز نعرف عليها سيروم أو بلازما تايبينج نعرف الأنتجنس الموجودة في البلازما أو السيروم دي الفينوطايب طيب في طريقة أخرى أو طريقة مكملة للفينوطايب اسمها جينوطايب أنا نبدا معرفت الفاصيلة اللي هي الأبرانت الجروب لازم محتاج جدا أننا نعمل حاجة اسمها الجيناتيك ميك أب تركيبة جينية ودي طبعا بتتعمل بحاجة اسمها جيناتيك استاتيسي بنعمل حاجة اسمها جينوطايبينج جينوطايبينج مهم جدا في الشغل بتاعنا زي ما هنعرف because of the clinical significance of the EPO where you